مادة فيعني يجب أن تنظر إلى الأمر بمعناه ومخرجاته خاصة وتأثيره على الحياة السياسية وعلى العمل داخل البرلمان وفق منظومة ديمقراطية حقيقية لكن في المجمل شفت اللايحة إزاي في المجمل بقى شفت اللايحة إزاي أستاذ أحمد أعتقد أنها ليحة متميزة أعتقد أنها ليحة متميزة لم يضع أو لم ينظر المجلس تحت أخدامه حلما وضع هذه اللايحة بأمانة ولكن وضع اللايحة لبرلمانات وبرلمانات قادمة أعتقد أنه من الصعب جدا على أي برلمان قادم أن يعدل أو يغير في مواد هذه اللايحة اللهم إذا كان هناك عدم وجود لأغلبية حزبية أو استمرار لعملية الإتلافات قد يعاد النظر في مثل هذه المادة ولكن طبعا نحن عارفين أن المادة ليست لبرلمان قائم ولكنها للبرلمانات القادمة نعم أنا بشكرك أستاذ أحباد البطريق المتخصص في الشؤون البرلمانية وإذا كان فيه إتلاف معين استفاد من هذه المادة في هذه المرة وكل تأكيد هي مش معمولة عشان الإتلاف ده أو غيره هي معمولة للبرلمانات القادمة والانتخابات القادمة بالتأكيد أنه الإتلاف ده محدش عارف ظروفه في الانتخابات القادمة إيه حيحصل على الهايئة البرلمانية أو غيره دي حاجة معمولة للأجيال القادمة ولا إيه رأيك يا سبت النائب لا أنا رأيي الحقيقة أن المادة أصابت بعينها إتلاف بعينه زي ما قال كده سيد أحمد البطريق لأن إحنا الحقيقة أنتوا مركزين ليه مع إتلاف بعينه وإنتوا كمان كلكم لا مش إحنا كمان مركزين ليه مع إتلاف بعينه مش دي دعوان يكون للناس الآخرين يشدوا حيلهم للمرة الجاية في الانتخابات ويمكن تدعو للتنافس أنا دائما بعيدين خطوة الأمام مش خطوة للخلف فأنا لما اللاجنة تجيب لي المادة وبتقول أن 20% و20% ده كلنا إحنا مش مستحسنينه يعني كنا بقول كتير زي ما قال كده سيد أحمد البطريق 15% العدد المناسب ليه بقى؟ لأن 15% من عدد 690 نائب وكنا عايزين نحط حد أقصى يا دكتور علي حد أقصى يعني ناشي حد قدنا يا دكتور علي أصلاحنا بس نبقشنا طيب سي هي 25% هي 25% هي حتة أخيرة عشان ما نتكلبش فيها تلك واضح أن أنتم خدت فرقات كتير في المجلس وعزيت ضاعات الحلقة برضو فيها لا لا خلاص مش هنتكلم فيها احنا كلنا بس كنا نتمنى أن يتحطي لها حد أقصى الاتلاف يعني ما يباش مفتوح كده لحد ما يوصل ربعمية ومش عارف ايه وكده لأ عشان يدي فرصة لوجود اتلافات تابعين أما بالنسبة للمجلس الدولة قصة مجلس الدولة وقصة أن احنا نبعت الخوانين لمجلس الدولة ومسابة مفتوحة الحقيقة يمكن الليحة اللي حددت الزمن نفسه على فكرة يعني الوهلة الأولى لما تقرأ المادة تحس أن فيه تغول في السلطة القضائية على السلطة التشريعية إنما لما تشوف المادة فيه مضمونها تحس أن العملية لا مش كده لأن المادة ما ألزمتش إن أنا مثلا لو راجعت لو مجلس الدولة راجع مادة راجع قانون في المراجعة وفي الصياغة وبعته لتاني برضو قرار لي أنا لأن أنا خلاص هاخد هاخد القانون أو القرار بقانون اللي أنا بعدته لي وبعد كده أنا اللي هقره مش من حق مجلس الدولة إنه قول لي بعتلي تاني لا خلاص أنا وفقت عليه ومش هاخد الصياغة بتاعتك يا مجلس الدولة عشان كده أنا شايف إنه مفيش تغول من السلطة القضائية على السلطة التشريعية إزاية بقى الحتة اللي هي اللي كان بالسابع المشاء الزمن الفترة الزمنية إحنا حددناها في اللايحة الداخلية للمجلس بتلاتين يوم على الحد الأقصى ويمكن فيه مواد تامية للاستعجال على قوالين بيننا سيدة مدشار نور لسه عايز تتعلق في النقطة ولا لين لحاجة أخرى علشان الوقت لا عشان الوقت طبعا بس والتعريع التقليل برضا كان فيه تكلم على الحتة بتاعت إلزامية الحكومة بتقديم البرنامج خلال 20 يوم وانا مش لعي لها أي أساس دستوري لأن المادة 111 من اللايحة القديمة كانت تتحدث عن دستور 71 الذي أوجب على الحكومة عرض البرنامج خلال 60 يوم إنما المادة 46 لم توجب على الحكومة وتستطيع الحكومة أن تضرب بها عرض الحائط لأن ما فيش إلزامية دستورية عليها عكس ما كان في 71 لأن لو ما كانتش حط البرنامج خلال 60 يوم كان ممكن الحكومة تحل الجزئية التانية التلاتين يوم اللي موجودة في المادة 46 بتلزم البرلمان مش الحكومة تلزم البرلمان إن هو يناقش ويوافق على برنامج الحكومة خلال 30 يوم دي بس من بعض الملاحظات 30 يوم الأولى وبعد كي شكل حكومة طبع كي تلتين يوم تانية أكلم على الحكومة الحالية يعني المدة الزمنية كلها 30 في 30 ستين يوم ولكن أنا أعايز أضيف يا دكتور نور أنا أتحدث عن الجزئية بتاعت إنت إيه هي إيه هو سند الدستوري لإلزام الحكومة أن تقوم بتقديم البرنامج خلال 20 يوم لا يوجد طبع أي نص دستوري يلزم الحكومة بهذا الأمر ولكن أنا عندي أدوات أنا عندي أدوات يا دكتور علي فضل لو الحكومة ما جاتش ليا لأن ما فيش نص فعلا دستوري يلزم الحكومة التي تجي لي بعد شهر أو شهرين أو ثلاثة ممكن تقعد شدة شفور ولكن أنا عندي ألية ألية تسحب السخة من الحكومة مع السلامة معا من الحكومة أنا بقى تسحب السخة من الحكومة لو تأخرت عليك أه وهم الحكومة لو تأخرت عليك بالضبط كده عندي ألية لأ بس أنا أعوز أضيف سحب السخة من الحكومة طب ما عندي ألية لأ أعوز أضيف يعني أكتر أهمية من الموعيد بالضبط هنقول فرضا سيدوتي دي حكومة انتقالية أو حكومة مؤقتة ماشي؟ تتخلمش عن حكومة بعينها طالما طالما طالع قرار بحل الحكومة وتشكيل حكومة جديدة الحكومة اللي بتمارس هذا العمل حكومة مؤقتة وليس الحكومة برلمانية تم الوافقة على البرنامج بتاعها فالحكومة المؤقتة كده كده مش هل حكومة اللي بتقدم برنامجها ده انت بتتكلم على حكومة مستقبلية لسه لما تمنح ثقة بالموافقة على البرنامج تبدأ تمارس عملها انا بتكلم على الحكومة الحالية بلوقتي الدستور لم ينزم الحكومة الحالية انها تجيلي خلال شهر او شهرية او تلاتة انا بس عايز اأكد على حاجة احنا في البرنامج مش بنكلم على حد حالي او حد سابق نتكلم على المبدأ لا حد حالي ولا حد قادم ده الحتة دي احنا بنكلم على مبدأ في الدستور الدستور محددتش بس خلاص طيب انا بس عايز اسأل بدأ من فتحت ما وصلت الموعيد مسألت الجلسات العامة تلات ايام في الاسبوع وما تمش الموافقة على زيادتها اكتر من كده رغم انه احنا هذا البرلمان معلوم انه عليه عبء ثقيل من القوانين المطلوبة شايف انه تلات ايام دول عبءوا كفاية ولا كان مفروض نخليهم اربعة علشان العبء الثقيل ده انا عارف طبعا لازم يده فرصة تاني راحت الاعضاء والجلسات المتخصصة وخلافه هو طبعا الاعضاء ما بلاحوش ولا حاجة لان المطبخ التشريعي الحقيقي هو اللجان النوعية داخل البرلمان ليس معنى ان الجلسة العامة تتاني في الاسبوع او حتى يومين ان المجلس قاعد نايم لا بالعكس ده المجلس خليط نحل انت بس بتشوف في الجلسة العامة بس الفنشي النهائي انما المطبخ التشريعي والشغل كله بقى داخل اللجان ممكن النائب يوقع في اللجنة اربعة عشرين ساعة ناقش امره معين ويفضل يوضب فيه ويصيغ فيه ويراجع فيه ويجيب مراجعه ويجيب الخبرى عشان يوصل في النهاية للشكل انت بتشوفه داخل قبة البرلمان ويمكن يوافق ان يساعت الن في حاجة زي كده فمسألة الازاعة او ازاعة الجلسات ده موضلت بس العلنية طيب طالما الموضوع كده يا سيادة النهاب ليه كان مطروح زيادتها والحقيقة دكتور عالي احنا بعض النواب الاخالين طلبوا من الدكتور عالي عبدالعال ان الجلسات تقبأ اربعة يام في الاسبوع ويقبأ اسبوع واسبوع فطبع الحقيقة يعني انا من خلال هذا المنبر بشكر الدكتور عالي بصراحة اي بمجهود غير عادي الحقيقة وراجل عنده صبر وجلد غير طبيعي الحقيقة طبعا قلقة لان احنا هتقابلنا حزمة تشريعية غير متاسقة مع الدستور لان احنا قاتنا بدستور على قوانين فما يجبش ان احنا نقجز اسبوع وما يجبش ان انا ارهق النواب واقول اربعة يام احنا هنخليهم تلت يام في الاسبوع وزي ما قال كده الدكتور نور ان في خمسة عشر لجنة كل لجنة هي بقى وظيفتها حزمة تشريعية خاصة بعملها هي تعيد عملية الصيغة كلغة والاتصاغ بالدستور فهي عندنا شغل فعلا زي خلية النحل ونبدأ بقى ايه يعني انا باعتبر اللجان دي هي المطبخ وباعتبر الجلسة العامة هي المشهد الاخير اللي بنحط نقطة دي واضحة بس انا نصوص الاخير بقى عند دي ايه ونص عايز اتكلم فيهم على اللجان اللي زادت زادوا كم لجنة الحقيقة احنا كنا تسعة عشر لجنة تسعة كنا تسعة عشر لجنة بقينا خمسة وعشرين لجنة فمعنى كده ان زاد ستة لجان ستة لجان وما زادوش ستة لجان بينهم يعني الحقيقة فيه لجان مثلا الطاقة والصناعة بقت فيه لجنة الطاقة ولجنة الصناعة الاعلام بقى له لجنة الوحدة الاعلام بقى له لجنة الوحدة السياحة بقت لها لجنة الوحدية يعني مفيش لجان بقى خمسة وعشرين كنا كلهم حتى يمكن اللجنة اللي كانت جديدة اللي اسمها النزاهة والشفافية تم رفضها من خبل المجلس طيب فانا شايف ان يعني يعني عدد العدد اللي زاد اللي هو وصل لخمسة وعشرين انا شايف انه هو يعني زغيرة صحية وخاصة ان احنا برضو ايه يعني هيئب عندنا مشاكل عايزة اخد بس جملة مالدكتور علي انا مستشار نور عشان الوقت خلص تقريبا خلص زيادة اللي جان بالعدد ده او عدد اللي جان ده مناسب لبرلمان زي البرلمان مصر لا هو في الطبيعي المفروض الاقتصاد في عدد اللي جان بس مع عدد الاعضاء اللي موجودة في المجلس عندنا وصل ستموت عضو فاعتقد ان هو متماشي مع المعايير العالمية فرنسا فيها عشرين لجنة وفي بعض الدول الاخرى واثنها بعد السكان هتلاقي وردك متماشى مع عدد انا ما بزيد عدد اللي جان الدراسة بتبقى اقوى اقوى لانه بوزع ليبقى على اللي جان بالضبط كده بس هي الاشكالية الوحيدة لما اجي اخد بقى الرأي العام في الجلسة العامة جزء منعزل عن بعضها شوية عشان كده بقول الاتلافات وعايز اقول بس عايزة نوع الحتة بسيطة ان احنا غرفتين تشرائتين في غرفة واحدة احنا سبتمين اهه كتير يعني شيء طبيعي ان احنا نتزود اللي جاي طيب شيء طبيعي يعني هي حاجة كويسة انا ينتهي الوقت ولا ينتهي الجدل انا بشكركم شكرا جزيلا سيادة النائب عاطف مخليف عضو مجلس النواب وعضو الهائة العليا لحزب المصري الاحرار شكرا جزيلا شكرا جزيلا بشكرك يا دكتور وانا سعيد ان انا موجود معاك الحقيقة لان انت بتسري الحديث اوي بصراح شكرا يا فننا خد تغخيرك كما اشكر سيادة المستشار نور علي الفقه القانوني شكرا جزيلا انا ببقى احاول اكون معبر عن كل زميل اللي شغالين في البرنامج من اول المعد والرئيس التحرير وخاصة موراء المخرج والمصورين والجميع انا بشكرك شكرا جزيلا بس حبيت اديهم حقهم لان الشكر ما يكونش ليه الشكر ليهم هما وحتى نلتقي بحضراتكم لكم كل التحية من اسرة فريق البرنامج وإلى اللقاء شكرا جزيلا